موسيقى بستايل الاسبوع لليوم رح يكون نصيب المحجبات رح نتكلم عن اطلالات للمحجبات باللون الابيض من ومن ما يحب اللون الابيض ودائما يعتمد وخصوصا في وصل الصيف لون حلو ومريح وبنفس الوقت بارد ويناسب جميع الوان البشرة البشرات الفاتحة والبشرات الغامقة ايضا رح نتناول قدة استايلات حلوة للمحجبات باللون الابيض اول استايل مثل ما دا نشوف بالصورة هو استايل جدا حلو وبسيط عبارة عن فستان كامل طويل باللون الابيض وهذا الفستان مثل ما حصلنا بالفقرة السابقة هو فستان بستايل الازرار اللي هي الازرار التي تجي من الاعلى وحتى الاسفل وايضا مخصر على حسام على منطقة الخصر حتى يطي تخصيرها حلوة للجسم الفستان حلو وانيق وبسيط بنفس الوقت ومحتشم اكيد مناسب لاطلالة المحجبات اما الاطلالة الثانية فهي اطلالة ايضا جدا حلوة ومناسب للمحجبات وايضا باللون الابيض الاطلالة تعتبر رسمية وكشخة نوعا ما عبارة عن سترة مع بنطرون يعني مثل الكوستم جدا حلوة السترة عبارة عن بيضة ومخططة باللون او مقفلة باللون الاسود والبنطرون واسعة من تحت باللون الابيض فالاطلالة كانت جدا حلوة وراقية ومحتشمة مناسبة ايضا للاطلالات الشبابية اطلالات الصباحية واطلالات الرسمية أيضا لأن كوستم بالفترة الأخيرة مقام بس يعتمدوا بالإطلالات الرسمية ولكن أيضا بالإطلالات الشبابية والإطلالات الصباحية والمساعية خليم قول فحلو الإطلالات ميسم ونحب اللون الأبيض من أشاق اللون الأبيض هو أصلا اللون الأبيض ما تروح موتا أبدا وهو كلش درج هذا الموسم ونشوفه هواية بالأكسسوارات بالملابس حتى بالأحذية والجنط فكلش حلو وحلو التنسيقات اختاريناها لأنه ترهم من المحجبات وغير المحجبات أما التنسيقات اللي اختاريت لكم إياها فكانت عبارة عن بنطرون أبيض نساقتها بالصورة مع جاكت باللون الأصفر ونشوف الدخلة وياها جنطة باللون البرتقالي وحذاء كعب عالي باللون الأبيض مع حجاب باللون الأبيض أيضا ونشوف الأطلالة كلش حلوة لأنه الجاكت باللون الأصفر وياها الجنطة باللون البرتقالي صار كلش لون ربيعي وصيفي بامتياز أما الأطلالة الثانية فشفنا تنسيق البنطرون البيجي مع قميص باللون الأبيض وجاكيت طويلة باللون الأبيض وحل طبعاً هاي التنسيقها أنه تنسخينوا إياها أكسسوارات أو مجوهرات باللون الذهبي مع حذاء باللون الذهبي أو حذاء حتى لو كان رياضي حيكون كلش حلو فأطلالات عملية وسهلة وحلوة وأنيقة بنفس الوقت تقدرين أن تتميزين بيها المحجبة بتغيير الحجاب بان تغيير لون الجنطة تغيير الأكسسوارات فعلاً بميسم الأكسسوارات كلش ترعب لون بالأطلالة خصوصاً مع اللون الأبيض كلش سهل أنه واحد يغير بالأكسسوارات حتى يغير اللوك من صباحي إلى مساء والأكس صحيح حبيت الأطلالات؟